لو معيك موبايل من سامسونج فئة الاي او الام فانت عندك على موبايل اقطط بي يقمع كل بيانيتك لصالح اللي مايتسموش تعالى لما نشوف ونحل الكارسة لهزة السلام عليكم يا احلى متابعين يا رب دايما بخير ولا تنسوا الدعاء الاخونا المستضعفين في الارض في كل مكان ونحن بانا منه او نحن بانا اضعف ان انا ندفع عن نفسنا ضد الانتهاكات الموجهة لنا حتى الموبايلات فانا متغلصت وبفلوس من اللي هقول ده مع علامات خطيرة وكارثية عن شركة سامسونج هتقول لي خش في الموضوع والكل ما يشارك على جمع هقول لك حواضر ياعم هخش في الموضوع بس يا سيتش زي ما قلت لك لو عندك موبايل من سامسونج فئة الاي او الام فانت عندك تطبيق اسمه الاب كلاود التطبيق ده تبع اللي مايتسموش وبيجمع كل بيانيتك حتى بصمة وشك مصبوعة هتقول لي دولت ومش هلاقيه ومش موقود عندي هقول لك اصبر وانا هقولك ازاي تجيبه من قفا يعرف الاول التطبيق ده هو اصله وبيعنيه ده تطبيق بيقولك انا هنا عشان اساعدك اختار تطبيقات كويسة ومناسبة ليك بس في الحقيقة ده تطبيق تلسس اول ما تفتح موبايلات كده هتلاقي شغال لوحده من غير ما يطلب منك اي اوزونات والانيال انك لو حاولت تشيله مش هتقدك انه مفخوش الابشن بتاع الازال ده نازل تبع تطبيقات النظام عشان ينيل ايه بقى اسمه اول ما فوض انه يخترح لك تطبيقات حسب استخدامك بس هو بيزرع اعلانات موجهة وكمان بيجمع بياناتك زي بصمة الوش والصواع هنوان الايدي نوع الموبايل موديلو نظام تشغيله حتى التطبيقات اللي انت بتستخدامها هتقول لي ما فيه تطبيقات كتيرة بتعمل كده هقولك لا التطبيقات اللي بتعمل كده لازم تاخد اذن منك في الاول وكمان لازم يكون فيها امكانيات لنك تشيلها لو مش محتاجة ده هلني معرفش تطبيقات بتدمع بيانات بصمة الوش والصواع الصراحة لو تعرف اكتبلي في التعليق بص بقى من الورد تطبيق ده تقول له بالاسبتات والمصادر هتلاقيها تحت معقول عشان ما حدش يقول لي بتهاجم الشركة والهبل الورد تطبيق ده شركة اسمها ايرون سورس ودي شركة تكنولوجيا اعلانات مقرعة في عاصمة اللي ما لتسموش فاتدي بلد الشركة دي سامسونج اتعقدت معيها من سنة 2022 عشان تنزل التطبيق ده مصبقا على اجهزاتها من فئة الجلاكسي ايه والجلاكسي ان الموجه للشرق الاوسط وشمال افريقيا بس هتقول لي طب كده اللي شايل موبايل قبل التاريخ ده التطبيق ده مش عم هقولك انه تطمنش قوي كده ممكن يكون رزلك في تحديث وهشرح لك بعد شوية ازاي تعرف التطبيق برضو تجيبه من افاقصه منظمة استيميكس اللي هي منظمة مختصة في الحقوق الرقمية في المنطقة نشر التحيق كامل بيكشف تفاصيل كتيره عن التطبيق ده في مايو 2025 وقالت بالحرف ان تطبيق اب كلاود في خرق واضح لخصوصية المستخدمين وانه بيجمع بيانات من نوع اسمه البيو مترية زي بصمة الوجه ودوم وافقة صريحة من المستخدم وقامت مرزمة استيميكس بارسال خطاب رسمي لشركة سامسونج الشرق الاوسط بيطالبوا فيه اولا ازال التطبيق للقاب كلاود من الاجهزة الجديدة اثنين نشر سياسة خصوصية واضحة بالعربي تلاتة توفير طريقة للمستخدم عشان يكون قادر انه يوقف التطبيق ده او يمسحه من غير ما يؤثر عن نظام فكرة سامسونج ردت عليها ولا الهواء ولا حتى غيرت ولا شالت التطبيق ولا عبرت هتقولي طبو يا عمال هقولك من الاول ما نجبش جاء جهزة سامسونج هتقولي اشتريته خلاص هقولك بيره هتقولي هاخسر فيه هقولك طب خلاص امرنا للايه هتخسر يعني ومسألة تفصت واجعك الدرجاته همش معي واحدة واحدة هتخفش على الاعدادات بعد كده التطبيقات وبعدين تختار الاكلاود وتقوم داخل جوة وتعمل تعطيل وممكن تعمل ده كمان من اعدادات الاشارات او من اعدادات الالكسيستر بس تخد بالك ان التطبيق بيشغل نفسه بعد التحديث يعني لو جالك تحديث تدخل تعطل التطبيق تاني ولو تطبيق مش ظهر عندك في الوضع زي ما شرحت من قبل كده تدخل تدور عليه من الاعدادات ولو مش عندك خد بالك لانه ممكن ينزله في اي تحديث بعد كده فا ما تتطمينش قوي على استثمالة التطبيق مش موجود دلوقتي والناس المحترمة اللي تعرف طريقه ونقدر نشيل بيها التطبيق ده نهائيا ياريت لو تكتب في التعليقات سلسل جالكسي اس والجالكسي زد من سامسونج ما فيهاش التطبيق دلغاية دلوقتي بس برده دور انت مش هتخسر حاجة ولو لقيته اكتب لي في التعليقات تطبيق حاليا موجودة في فئة الام والا يعني بيستهدف فئة الاقتصادية والمتوسطة في الاجهزة الموجهة للشرق الاوسط وشمال افريقيا انا مهمنيش في الفيديو ده انك تضس لايك ولا تشترك في القناة يهمني بس انك تعمل شير على قد ما تقط عشان تحذر غيره وده اضع في الانان وزي ما قلت المصادر كلها هتلاقيها موجودة في الوصف عشان تتأكد بنفسك بحسب يالله ونعمال وكيل